طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأن أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة فآتية أكاد وخفيها لتجزى كل نفسها بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا ترك عليها وأرس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قذها ولا تخف سيعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الغبرى إذهب إلى فدعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفطر قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد وديت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في الدابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عذون لي وعذون له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ هب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبا إلى فدعون إنه طوى فقاف قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أنحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القلون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال ربنا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات أشدا كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ونقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال نجدنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأت أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيدهم ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تختروا على الله كذبا لا تختروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من اشترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفنح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة صجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقضعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربا مجرما إنه من يأتي ربا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جمات عدنها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ونقد أوحينا إلى موسى من أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاخ دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائي لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جالب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخوهم فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من عبادك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا أوزارا من زينة القوم فقد أخناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوالت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنناسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة عزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي أسفا فيذرها قال صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من المعين لعلهم يرتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحيا وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك ما يبنى فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اتبقى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن ما يأتينكم مني هزا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأننها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبله بها ومن آلاء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك تغضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبث عليها لا نسألك لزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوا وقالوا لولا يهتنا به من آية وقالوا لولا يهتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله دقالوا دقالوا ربنا لونا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أمة تربصا فتربصا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا